من واشنطن برينت سادلر المسؤول السابق في البنتاجون سيد سادلر أهلا بك في هذه التغطية إذن القوات القوية الأمريكية تنفذ ضربة قالت إنها قد جاءت بأكلها في المنطقة الآن كيف يمكن أن تكون قد أتت بنتائج مقبولة لدى البنتاجون أو لدى القيادة الأمريكية في حين أن تلك المواقع قد أخليت من قاطنيها هذا هو التفصيل التفصيل الدبلوماسي هذا هو التفصيل الدبلوماسي وهذا ما حدث بالفعل حيث قامت الجهد الدولموسية بإرسال رسالة لإيران وحلفائها في سوريا والعراق من أجل إخلاء مبانيهم لذلك من المحتمل أن يكون الضرر الذي وقع بالفعل على هذه المواقع هو ضرر ضئيل وأن معظم المعدات قد تم أخلقها ولكننا لن نعرف إلا بعد بضعة أيام مدى نجاح تلك الضربات طيب سيد سيد سيدلر وهل هذا يعد نجاحا يعني عسكريا للبنتاجون بعد مقتل جنود أمريكان وكانت دائما أمريكا عند هذه أو بمثل هذه الحالات تقوم برد مماثل على الأقل أو موازي لعدد القتلى أو على الأصح لحفظ ماء وجهها بشكل يناسب قدرات القوات المسلحة الأمريكية أظن أن السؤال عن ما إذا كانت تلك الضربات تتماشى مع حجم الضحايا الأمريكيين فنحن ننظر إلى العمر من ناحية القانونية أظن أن هذا فعلا رد مقبول وهو يتماشى مع الهجوم الذي حدث ضد قوات الأمريكية ولكن الصورة الكبيرة التي أراها في عقلي هي صورة استراتيجية وهي أن هذه الغارات سترضع إيران وستثنيها عن مهاجمات المزيد من الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط ولكني أظن أن إيران لن يتم ثني إيران عن هجماتها وأنها ربما ستستمر في هجمها ضد الموقع الأمريكية وستستمر ميليشيات الإيرانية في مهاجمة القوات الأمريكية إذا ما كانت هذه الصورة لديكم وبالتأكيد هي ذات الصورة لدى المسؤولين الحاليين في البنتاجون أو في الإدارة الأمريكية عموما ما هو السيناريو المتوقع ممكن أن يكون أن تتبعه إيران بعد هذه الهجمات؟ السؤال الأكبر هو إذا ما كانت تلك الضربات فعالة فربما إيران ستأخذ بروها من الوقت وربما ستقوم وربما يتوجب على القوات الأمريكية ولدان أمريكية أن تفكر بزكاء وتتوقع أن القوات الإيرانية ربما ستهاجم القوات الأمريكية خلال بضعة الأيام القليلة القادمة وإذا ما حدث ذلك فيتوقع الأمريكان أن يكونوا أكثر استعدادة وربما يكون لديهم خطة تنطوي على عدة استقابات البيانة التي صدر عن البنتاجون أو حتى عن رئيس بايدن اليوم بأن هذه هي بداية الرد والانتقام عن موضوع استهداف القواعد الأمريكية إن كان في العراق أو إن كان قاعدة التنف في الأردن وأن الوقت سيطول برأيك ما هي الصفحات المقترحة أو المتوقعة في قابل الأيام في عمليات استهداف قديدة للولايات المتحدة الأمريكية لهذه القواعد أو لهذه الميليشيات في المنطقة هناك نقطة يطلقان بهذا الأمر نحن لم نرى تقارير عن اليمن بعد لقد قال البيت الأبيض أن اليمن أيضا ستتعرض لضربات انتقامية وأن الحوثيين قبل بدء الحجمات الأمريكية قاموا بمهاجمات سفن في البحر الأحمر إذن فربما إذا كنت سأراهن أظن أن السلسلة قادمة من الحجمات ستكون في اليمن ضد الحوثيين وأيضا إذا ما استمرت الميليشيات الموالية لإيران بمهاجمات السفن مرة أخرى خلال 24 ساعة القادمة إذن فأظن الهجمات الأمريكية ستستهدفهم شكرا